نسمع دائماً فيه تسبيح، فيه ترنيم، فيه عبادة ومرات يمكن منخلط المصطلحات خلينا نوجه السؤال بطريقة شوي بتختلف ليه فيه ترنيم بالعبادة؟ يمكن عبادة كلمة كبيرة شاملة لكن ليه منرنم في العبادة؟ طيب دول سؤالين مش سؤالين دول حكتين بحبهموا شوي التحاضر الفرق بين التسبيح والترنيم والأغاني الروحية يعني الترنيم كلمة أشمل لكن التسبيح وهذا النوع من الترنيم المقدم لله كعبادة ها هقول عظمة الله تسبيح شكر الله الحمد الحمد مش هو بتاعه ازايك الحمد لله عامل ايه الحمد لله على السلام الله يسلامك مش ده الحمد الحمد له زبيحة مقدمة اسمها زبيحة الحمد وفي مزمور أو مزمير اسمها مزمير حمد أو المزمور مية الحمد هو هذا النوع من الثقة في الله عن كل ما يصنعه الله في حياتي ده يتبلور في كلام رضا وحمد وتسبيح برضو ده زي ما قلنا كده ده مقدم لله الأغاني الروحية نوع من أنواع الأغاني الاختبارية يعني زي ما داود يقف مثلا في مزمور يقول إلى متى ربه تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعلهم ومن في نفسي وحزنا في قلبي كلهم ده أغنية روحية اختبار شخصي أمر عد فيه المختبر فقال بس جي في آخر الحكاية بتاعته قال أما أنا فعلى رحمتك توكلت ويبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إليه دي أغنية روحية ليها دعوة أو ليها علاقة بالاختبار الشخصي أو اختبار أنا معدي فيه سميها يعني واحد بيولور حسيسه مشاعره في ترنيمة أنا أشكرك عشان أنت صمعت معي هذا دي أغنية روحية لكن أسبح الله أقول له نفسي تغني يا مخلصي مع أعظمك ده تسبيح يعني في العهل الجديد مكتوب مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتسبيح وأغاني روحية لأن بعض المؤمنين بيحبوش يستعملوا كلمة غنية لأن كلمة الغنية هي للعالم إحنا مش هندخل في القصة في أغاني لا مش في التفاصيل أنا أحب أدخل في التفاصيل بس قصة أغاني العالم للعالم وعشان كده أنا النهاردة من خلال هذه النفذة أهيب بكل من يكتب ترنيمة لا يصنعها لمجرد صنع ترنيمة للناس للجمهور للتابعين للفيورز للترافيك أنا يعني حينما تقدم ترنيمة تقدم لله في سجود وفي نوع من الترنيم اسمه ترنيم شعب الله إزاي؟ لما يجي نجتمع لإسمه أنا مش هرنم اختباري الشخصي مش هرنم ظروف يا رب مع أصعبها مع احترامي ولا حتى اسمع صراخي اسمع صراخي ينفع رنمها في المخدع لكن أنا لما يجتمع شعب الرب إليه عشان أنا وأخوي وأختي نرنم ترنيمة وحدة كلمة وحدة ونغمة وحدة ونتجمع مع بعض نترنم له لابد أن يكون التسبيح هو الأساس الرب قدامنا حاضر في الاجتماع إذن نترنم له ونشكره ونسبحه طبعا اسمح لي ما بقاش مبالغ لو قلت الحضرتك إذا كان النهاردة الآية اللي كانت بالنبوة الزمان وبقيت في العهد الجديد حقيقة أخبروا باسمك أخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك لا بد وأن يكون الترنيم في الكنيسة مقدم لله مقدم بالتسبيح لشخصه وأي نوع من أنواع ظروفي أو أنا أو أنا مش هرنم ضعفي هرنم قوته مش هرنم خزلاني هرنم عظمته مش هرنم الوجع آه على ترنيم الوجع ترنيم الوجع ده نوع من الترنيم أنا يعيني علي ورثاء نفسي وكتاب حياتي يعين النوع ده من الترنيم أنا أهيب الحبايب اللي بيكتبه ترنيم واللي بيقوده شعب الرب في التسبيح ترنم للرب لأنه يستحق فإنه قد تعظم رنم لي لأجل عظمة سلطانه عظمة فداء عظمة ما يصنع أرفع وجهي لفوق كده وترنم له وأقول له ما أعظمك ده التسبيح أمين